اليوم عشر من سفر 1445 هجري الموافق لأربعة سبتمبر 2023 أنا نزلت منشور تحت عنوان ملحدة أخرى صادقة تنتحر هو يتوافق مع حديثنا اليوم فتاة عمانية كانت مسلمة ثم تحولت إلى النسوية ثم من النسوية تحولت إلى الإلحاد ثم من الإلحاد تحولت إلى الشذوذ ثم من الشذوذ انتحرت يعني ربما أقرأ أبو منصور بسرعة لأنه يتعلق أساس بما نحن فيه ملحدة أخرى صادقة تنتحر ضرجت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي بخبر فتاة عمانية ملحدة هارب من أهلها إلى بريطانيا تعرف على وسائل التواصل حيث كانت تسب الإسلام وتجاهر بكفرها باسم ريمة قلت هذه فتاة صادقة عاشت الدورة الطبيعية للضياع بسلاسة ولم تقاوم على طريقة المكابرين نشأت في أسرة المسلمة تخطفتها شياطين نسوية بما أهلها لاحقا إلى أن تلحد ثم تفر من أهلها إلى جنة الحرية بعيدا عن جحيم الأعراف الشرقية تحولت إلى الشذوذ الذي لا يستنكره ملحد صادق مع إلحاده جاعت في بلاد بلا معين فتحولت إلى الدعارة حتى تأكل اكتشفت أن هذه المعاناة فارغة فانتحرت وعثرت الشرطة لاحقا على جثتها متعفنة لقد كانت ريمة أصدق في إلحادها من ريتشارد داكنز زعيم الملحدين فقد أظهرت نفرتها من جحيم الدنيا وعبثيتها من الزاوية الإلحادية أما داكنز فقد كتب مرة بفخر أن أحد قراء كتابه وهم الإله قال بعد أن أتم النظر في صفحات الكتاب وتأمل أفكاره قال إني أعجب كيف يملك داكنز أن يحمل نفسه كل يوم من فراشه ليواجه الحياة أخيرا الذين وقفوا أقول في آخر المنشور الذين وقفوا في مواجهة النسوية في الأردن وفلسطين والمغرب وكويت وغير ذلك يعلمون أن النسوية تسير بضحاياها إلى جهنم عبر دركات تقود الواحدة منها إلى الأخرى فتن كقطع الليل المظلم فلنتنبه حتى لا نفقد كل ريمة ولنتنبه حتى لا تكون فتنة العجيب في الأمر بعدما نشر وأنا أبحث في خبر هذه الفتاة وجدت أن وجدت أن منصة سوى الإخبارية الفلسطينية المعروفة ذكرت خبر انتحار هذه الفتاة وماذا قالت؟ قالت وبحسب بعض التغريدات التي نشرت حول سبب انتحار ريمة فإن ذلك يعود لما وصفوه بعنف الأنظمة ضد النساء في سن صغيرة وتعرض النساء للارتراب والوحدة والضاعف أمام العلاقات السامة فالمرأة لحظة هذه العبارة فالمرأة في ظل أنذمة ذكورية مستبدة تقتل عدة مرات منذ ولادتها إذن حتى في حالة انتحار ملحدة شاذة جمعت كل الشرور لابد أن يتدخل العقل النسوي ليحدثنا عن إجرام الأنظمة الذكورية حتى مع أن الذي قادل هذه الفتاة إلى الانتحار هو الإلحاد تم توظيف هذا الموضوع نسويا لبث الفتنة مرة أخرى لبث الفتنة مرة أخرى